السلام عليكم ورحمة الله أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في فيديو جديد على القناة وصفاتها الملفزية كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير فتحة وعافية ويقوم بكم هذا الفيديو إن شاء الله بيحصل الأحوال غبرت عليكم وحدة شوية سمحوا لي ماشي الخاطري كان عندي طروف المهم دبه هو أنني رجعت لكم الحمد لله بوحدة طاقة اللي هي مزيانة الحمد لله بالنسبة للفيديو كيف تشوفوا نقدم لكم هذه البطاطا اللي كتشوة على الفحم رائعة جداً مع السلصة المرافقة فأخليكم معي باش نوريكم الطريقة هذه البطاطا هنا بالنسبة للمقادير كيف تشوفوا فهي سهلة ما فيها شي حاجة كثيرة هنا عندي خمسة ليلة البطاطات اللي خديتهم وغسلتهم مزيان حاولوا تاخد البطاطا متوسطة ما تكونش كبيرة بزاف وما تكونش صغيرة بزاف وما تكونش صغيرة بزاف باش ما تاخدش لكم يعني الوقت في الشوية ديالها أو في الشي ديالها سوف تحتاجوا ورق الاليومنيوم أو البابيضة تبقى تلوي كل واحدة كل واحدة على حدة اللويها في ورقة ديال الاليومنيوم وحاولوا أنكم تشدوا يعني لا أي فتحة تسدوها مزيان ما تخليوش لها يعني مني يدخل الهاواء باش ما تتحرقش باش ما تتحرقش لكم طيب من من الداخل على هذا الشكل غادي تلوي على البطاطات ديالكم ولا على البطاطات ديالكم غادي تلويها كاملة هاد الأكلة هاديكة تعجبني بزاف وهي من مفضلات عند وليداتي كذلك وقدر واحد واحد لامبيونس زوينة على هذا الشكل هذا حاولوا أنكم تلويوها مزيان أولا تلفوها مزيان في ذاك الورق ديال الالمينيوم باش ما يدخلش لها يعني باش ما تدخلش لها النار وتحقها من الجانب من الجانب وصافي ومشي باش نديرها فوق الفحم يجب أن يكون سخون سخون بزاف المصاف من الجانب من الجانب ومشي من الجانب من الجانب ومشي من الجانب المصاف 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 كذلك سوف تقوم بحسب ما لديكم في الدار قليل من زيت الماء شالت عليها النار بطبيعة الحال وضع الفطرة المأكول نضيف القليل من الملح نستعمل القشدة الطرية قشدة الطرية ملحة نضيف القليل من الفلفل الأسود يتزال ميت حديث الحديث طاحو مزيان او لدبالو هنزل لهم هنا يا الاداند فمي او الذكرومي المدخن قطعته قطاع رقيقة هو اصلا يعني كيكون شرائح انا اختيت هذه الشرائح وقطعتهم على شرائح طولية على الشكل هذا هنورد لكم النوع اللي كنستعمل انا هو هذا بيكون دو داند كيكون حالة بتعبية الحال وهو على شكل دوائر كيجي رائع في هاد بحل هاد الاكلات هادو هنا لصوص ديالي اه او لشامبينيون ديالي راه طاح مزيان وحتى لا داند راه يعني خرج منه ذاك الذهن ديالي او لذاك الذهن ديالي او لذاك الذهن ديالي باش يخرج منه يعني هذيك العاقضة ماشي السائلة حيث ما توفرت شاندي وزيت القليل من الحليب باش يعني تلقليه اللا كرام ديالي باش ما جينيش قصح بزاف انا اخذيت هاداك الجبن ربع ديال العلبات صغار ودي نضيفهم باش اعطيني ذاك التكستور يعني كريموز كيف تشوفوا هذه غير اضافة يعني من عندي اللي اللي ما بغاش ما يضيفش يعني كي بقى اختياري بغيتوا تديروا مثلا الجبن المبشور حتى هو تقدروا تواكي جزوين بغيتوا مثلا تديروا الجبن المثلات تقدروا تديروا او للمربع كيف قلت لكم عن السلطة المرافقة كتبقى اختيارية كل واحد كي يديرها لحسب شنو كي يعجبوا كي يعجبوا لذاته هذا الشكل سوف نضيفها 5 دقائق سوف نضيفها 5 دقائق سوف نضيفها 5 دقائق سوف نضيف الحليب الابنت لكم قصحة نضيفه 5 دقائق سوف نضيفه 6 دقائق بهذا الشكل سوف نضيفه سوف نضيفه سوف يمسح من الداخل كيف أرى؟ طيبة و دايبة. يعني لديه رائعة جدا والمداق من قول لكم اجي فيها المداق ديال الشيء هنا تقدروا يعني تخوي القلب و تديروا فسط منه. أنا كيعجبني صراحة ندير في القلب ديالها ماشي نديرها هكذا. وهنا باش ما نضيعش يعني الفحم ديالي. فادرت تنجال والفلفلة ديالي تشوان. شوما كيجي ورائعين على الفحم. كانتمنى أنا الفيديو ديالي يمكنني من الاعجاب ديالكم. نكون عدتكم حتى طاقة اعجابياتكم. ها استفتوا معي. ما تنسى مني شمالي لايك. مني كومنتر. وبارتاجوا مع الأحباب والأصحاب ديالكم. ونقول لكم تهله في ريوزكم الى فيديو قادم. ان شاء الله. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.